النهاردة وقفت عيد الأطحى المبارك النهاردة وقفت يوم عرفة يوم إكمال الدين إتمام النعمة على الأمة كلها وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا اليوم اللي بيكون فيه معظم المسلمين على وجه الأرض بين أمرين الأمر الأول وهم حجاج بيت الله الحرام المقيمين والمجودين والوقفين على جبل عرفات لإتمام أعظم منسك من منسك الحج وهو الوقوف على جبل عرفات والأمر الثاني هو الصايمين في شتى بقاع الدنيا نزولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هو يوم روحانيات في عباد الله ما بين حج أو صيام خليني أقول أن النهاردة يوم من أحب الأيام على قلوب المسلمين بشكل عام كلنا النهاردة طبعا بندعي ربنا سبحانه وتعالى واليوم بإذن الله ربنا يجيب لنا كل دعواتنا خليني مرة تانية أقول لشازي كل سنة وأنت طيبة أبسانتو خلينا برضو المتفقين زي ما قال علماء الدين أننا في هذه الأيام من أفضل الأيام في العام كله ربنا فضلها حتى على العشر الأواخر من رمضان لأنه بتجتمع فيها كل العبادات وزي ما قالني دي أفضل الأيام كلنا طبعا بنتضرع إلى الله ونتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة لأنه في الحياة الأيام وشهور والسنين هي عبارة عن خزاء للأعمال لما نقدمه في حياتنا وطبعا من المعروف أن يوم عرفة كما قيل وشاهد ومشهود يوم عرفة من الأيام المباركة واللي الناس دايما بتصوم زي ما كانت بسانتو بتقول طبعا نزولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في هذا اليوم وفي صيام هذا اليوم من أنه يكفر سنة قبله وسنة بعده يوم عرفة له فضل كبير جدا من أكتر الأيام اللي بيعطق فيها الله تبارك وتعالى عباده من النار كما أن الله يباهي الملائكة بأهل عرفات ويقول لهم انظروا يا ملائكة إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا قد أنفقوا الأموال وأرهقوا الأبدان اشهدوا يا ملائكة أني قد غفرت لهم ذنوبهم لأن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة كما أن الدعاء طبعا في يوم عرفة مستجاب وأفضل الدعاء يوم عرفة هو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني كنت بسأل نفسك كثير قوي ليه يمكن يوم عرفة تسمى بهذا الاسم ويمكن تعدادة الأقويل أو تعدادة فضاء اليوم عرفة خلييني أقول ويمكن أول حاجة لأنه الناس بيتعارفون فيه أو لأن الخلق يعترفون فيه بزنوبهم أو لأن أدم محاول لما نزله من الجنة التقيا فيه وعرفه أدم عرف حوى وحوى عرفته وكمان النهار ده أو يوم عرفة بيطلق عليه اسم المشعر الحرام أو المشعر الأقصى ويوم عرفة هو يوم التاسع من دي الحجة بيقف فيه الحجاج على جبل عرفات وهو اليوم اللي أتم الله فيه سبحانه وتعالى دين الإسلام وأتم في النعمة وهو أحد أيام العشر اللي أقسم فيه الله سبحانه وتعالى وصيام هذا اليوم بيكفر سنة فاتت وسنة جاية ويمكن زي ما شاز لي قال هو من أحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى أو الأيام دي عمتا من أحب الأيام لربنا سبحانه وتعالى لأنه كمان يمكن إحنا في العشر الأواخر من رمضان إحنا ما نبقاش عارفين فين بالضبط ليلة القادرة لكن يوم عرفة معروف إمتى ويبكر اسم الله في أيام معلومات يوم محدد ومعروف للكل ربنا ده نهدية يعني فيه بكل تأكيد طبعا دي نفحة ربانية إنه لكم في دهركم لنفحات ألف تعرضوا لها وطبعا هذا اليوم من نفحات ربانية بيقف الحجاج على جبل أعرفات لأداء ركن الحج الأعظم حيث يطلق عليه المشهر الحرام والمشهر الأقصى وجبل الرحمة ويقع طبعا ما بين مكة المكرمة والطائف يقع عرفات على بعد حوالي 20 كيلو متر شرقي مكة المكرمة بالسعودية ولقوف طبعا بجبل عرفات أحد أركان الحج الأساسية فمن لم يقف على جبل عرفات من الحجاج ولو مارا عليه فحجه باطل كما قالت دار الإفتاء يعني من فضاء هذا اليوم كمان يشاز لي الدعاء فالدعاء مستجاب إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجيب لنا كل دعواتنا ادعوا على قد ما تقدروا ادعوا ربنا يحفظ مصر ادعوا ربنا يرزقنا بالحلال كلنا ادعوا ربنا يخفر لنا ويعفو عنا بدون سابق حساب ولا عذاب فما من يوم أكثر من أن يعطق الله سبحانه وتعالى عز وجل اللي فيه عبدا من النار خير من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة يعني خليني أقول إنه من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى وإحنا النهاردة طبعا يعني محظوظين إن إحنا النهاردة عاديم نتكلم مع حضراتكم وبنبارك بهذا اليوم طبعا بس أنت أنا عايز أقولك على حاجة وإنت تقولي إن إحنا ندعي طبعا هو من الأفضل إن إحنا نسامح بعض قبل يوم عرفة هو طبعا الموضوع صعب جدا يعني الموضوع بيبقى لو فيه شحن أو فيه خصام أو فيه أي حاجة الموضوع بيكون صعب لأن طبعا لو فيه حد تأذى مش هتقدر تقنعه إن هو يسامح لأذى لكن ومن عفى وأصلحة فأجروه على الله سواب عظيم جدا عند ربنا خلوها بداية سنة جديدة بداية حياة جديدة بالنسبة لكم النهاردة إحنا بندعي لبعض بنحاول اللي مثلا شايف إن كان فيه مشكلة بسيطة بينه وبين جاره حصلت في يوم من الأيام وأدرك بعد المشكلة دي إن الموضوع كان بسيط وما كانش مستاهل كل هذه الموضوع يكبر يعني المشكلة تكبر نتصافة نتسامح ده يوم مهم جدا يا جماعة إن إحنا نستغله فعلا وندخله وإحنا مش متشاحنين وإحنا بنصل الأرحام يعني برضو فيه سؤال مهم بما إننا النهاردة في يوم عرفة إحنا معانا فقرة هنتكلم فيه عن فضل هذا اليوم وتحديدا عن إن صيام هذا اليوم بيكفر سنة قبله وسنة بعده طب هل ده لكل المسلمين لكل الناس اللي هتصوم هيكفر عنها سنة قبلها وسنة بعدها ولا فيه زنوب معينة ممكن تقف حائلا دون ذلك يعني هل يغفر للمسلم مثلا القاطع رحمه هل يغفر للمسلم آكل الورث بالنسبة لإخواته أو أقربه هل يغفر يعني أي نوع بالضبط من الزنوب من الممكن أن تغفر فيه هذه السنة إذا صام العبد هذا اليوم هناك طبعا عدة أعمال مستحبة في يوم عرفة يتضرع بها المسلمين إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم لمحاولة اغتنام فضل يوم عرفة كما أوصى طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال والدعاء والإكثار من الاستغفار والصيام وقراءة القرآن كل سنة وحضراتكم طيبين بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر